بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شوف المرسلين سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح الفوتس عمية واحدة همانين فول اتنان عندما تريد مثلا أن تقوم بتثبيت بعض أنظمة لينوكس أو يعني نظام تشغيل ويندوز معين على جهازك أو تشغيل توزيع معينة على جهازك انطلاقا من الفلاش ميموري ففي العادة مثلا أن نقوم بنسخ الويندوز ثم عندما نريد مثلا عبر بعض البرامج بطبيعة الحال وثم بعد أن نريد يعني تثبيت مثلا نظام تشغيل آخر قد يكون يعني بعض أنظمة لينوكس نقوم بإزالة الويندوز من الفلاش ميموري ثم نقوم بيعني بلسق عليها مرة أخرى يعني بعض أنظمة لينوكس وهكذا فالعملية متعبة نوعا ما يعني ماسح ولسق وماسح ولسق فيعني قد تكون متشائم منها يعني انصح التعبير لهذا في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على برنامج جميل جدا يمكن لك عبره يعني نسخ مجموعة من أنظمة تشغيل مختلفة وتوزيعات يعني مختلفة على الفلاش ميموري بطريقة سوف تكون جاهزة كلما تريد يعني تثبيت نظام تشغيل معين قمت بلسق على الاسب عبر هذا البرنامج فيمكننا كلمة مباشرة عادة تشغيل لجهازك وربط يعني الفلاش ميموري التي قمت بنسخ عليها أنظمات التشغيل هاته أو هاته التوزيعات فالبرنامج جميل جدا يعني صراحة أنصحكم به يعني كل ما عليكم فعله على اساس تحميله تدخلون إلى الموقع الرسمي تضغط على دولود اسمه يومي لهذا بعد تحميل البرنامج تقوم بفتحه فهو لا يحتاج إلى التثبيت بعد فتح هذه الوجهة الرئيسية الخاصة به نضغط على ثم يعني سوف نتقل بك إلى صفحة بهذا الشكل هنا سوف تختار يعني تقوم بوضع العلمة على هذا الخيار ثم تختار الفلاش ميموري التي تريد يعني نسخ عليها أنظمة تشغيل مختلفة تكون جاهزة كلما تريد يعني تثبيتي على جهازك فسوف أختار يعني الفلاش ميموري في حالتي يعني اسميته بعد ذلك سوف نقوم باختيار نوع نظام التشغيل الذي نريد يعني نسخه على الفلاش ميموري ففي حالتي أنا شخصيا أحضرت يعني الويندوز وتوزيعة ويفي واي حتى أعطيكم يعني نموذج بسيط جدا فيمكنك أحضار يعني مجموعة من أنظمة التشغيل التي تريد يعني نسخه على الوسبي وتكون جاهزة للتثبيت على جهازك الآن سوف أختار في الأول الويندوز سوف أبحث عليه هنا مباشرة أداء أحباب فيلا ويندوز فكما أشرت يدعم الويندوز فيستا 7 8 وإكس بي تستطيع مباشرة نسخه على الفلاش ميموري لتثبيتها انطلاقا على جهازك انطلاقا من الفلاش ميموري بعد اختيار واحدة منهم أحباب فيلا نقوم باختيار نظام التشغيل نقوم بالضغط على بروس ثم نسحب القرص الخاص بالويندوز أو أي توزيع أخرى أو أي نظام آخر نقوم بالضغط على أوبن كما سوف تشاهدون الحين سوف أقوم بالضغط على كريات ولنعودة إن شاء الله أحباب فيلا لأنه سوف يبدأ في نسخ الويندوز على الفلاش ميموري وهذه العملية تأخذ وقت طويل جدا لهذا سوف أضغط على كريات أحباب فيلا ونصبر لحين ما يتم سوف تنبتقلك نافذ بهذا الشكل تقوم بالضغط على إيس على أساس فرمتات الفلاش ميموري نقوم بالضغط على إيس ولنعودة بعد أن يتم تثبيت أو نسخ الويندوز على الفلاش ميموري كما تشاهدون العملية تمت بشكل كامل إس كومبليت لذلك الحين أستطيع مباشرة بعد عادة تشغيل لجهازي أنا أقوم بتثبيت الويندوز انطلاقا من الفلاش ميموري أما إذا كنت تريد إضافة أنظمة تشغيل كما أشرت أخرى إلى الفلاش ميموري حتى تكون مستعدا لتثبيتها في أي وقت على الفلاش ميموري فيمكنك الضغط على نيكس مباشرة فسوف تنبتق لك نافذة بهذا الشكل يقول لك أنت تريد إضافة إيزو آخر يعني نظام آخر نقوم بالضغط على إيس أما إذا كنت تريد الاكتفاء فقط بالويندوز فتضغط على نو سوف أضيف أنا شخصيا توزيعات ويفي واي حتى أعطيكو نموذج نضغط على إيس وسوف ينتقل به إلى صفحة مرة أخرى بهذا الشكل نختار هنا نوع النظام الذي نريد يعني نسخه مرة أخرى على الفلاش ميموري في حالة توزيعة ويفي واي الذي سوف أبحث عليها هنا إذا كنت تريد يعني أوبونتون أنظمة تشغيل أخرى في يعني يمكنك اختياره هنا صراحة البرنامج يدعم يعني أنظمة تشغيل كبيرة جدا كثير عفوا جدا فهذه يعني التوزيعة 3.4 سوف أختارهم بباشرة ثم أضعت على كريات وكما سوف تشاهدون العملية تبدأ ولنعودة إن شاء الله بعد اكتمالها مباشرة أحبابي في الله بعد اكتمال نسخ توزيعة ويفي واي في الفلاش ميموري العملية قد تأخذ بضعة يعني الثواني على حساب حجم النظام التشغيل الذي تريد يعني نسخه على الفلاش ميموري كما سوف تشاهدون تمث العملية بشكل كامل هذا تضغط مرة أخرى على Next سوف تنبتق لك دائما نفس النفذة إذا كنت قد قمت بتحميل الأنظمة التشغيل أخرى تريد يعني نسخه على الأسبب تقوم بالضغط على Yes أما إذا تريد يعني نهاء العملية فتضغط على No فإذا ضغطت عليه استختار نظام آخر Ubuntu أو أنظمة تشغيل أخرى إلى غير ذلك ثم تقوم بسحب الإيزو الخاص به ثم تضغط على Create وتصبر لحين ما يتم نسخه على الفلاش ميموري فكما ستشاهدون الحين قمنا بنسخ نظامين يعني تشغيلين مختلفين على الأسبب عندما قم بعد التشغيل لجهازك ثم تضغط على F9 أو F2 أو F على حسب يعني نوع الجهاز الخاص الذي تمتلكه على أساس أنه يعمل البولث انطلاقا من الفلاش ميموري فسوف تظهر لك نفذة بهذا الشكل كما سوف تشاهدون أحبابي الله تختار هنا إذا كنت قد قمت بنسخ بعض أنظمات لينيوكس على الأسبب فتختار هنا وتقوم بتثبيتها مباشرة بعد ذلك تختار نوع النظام الذي قمت باختياره ثم تبدأ في تثبيتها على جهازك ونفس الشيء بالنسبة للخيارات الأخرى هنا مثلا الويندوز إلى غير ذلك عبر هذه الطريقة البسيطة جدا أحبابي الله يمكنك نسخ مجموعة من أنظمات التشغيل على الأسبب حتى تكون جاهزة في أي وقت يعني لتثبيت على جهازك عبر هذا البرنامج الصغير الذي يدعى يومي أتمنى أن الدرس قد أفادكم لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا دول ودول ودول بونتيك لخمسة بونتكوم الإنسان على فيسبوك فيسبوك بونتكوم صلى أشوحة الفترة 180 فول إذا لا تنسوا للشارك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله اشتركوا في القناة